تقول هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تأجل حجة أو أن فضلها كسائد الشهور نعم هبث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تأجل حجة فالعمرة في رمضان تأجل حجة كما جاء به الحديث ولكن لو سمان ذلك أنها تجزء عن الحجة بحيث لو حجة لو يتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤدف أن يرد الحج صرطت عنه فريضة لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مزعا عنه فهذه سورة قلها الله أحد تأجل ثلث القرآن ولكنها لا تزلوان فلو أن أحدا في صلاته كرر سورة الأخلاص ثلاث مرات لم يكفي ذلك عن قراءة الفاتحة وهذا قول الإنسان لا إله لله وحده لا شريك لا له له ولو الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يكونك من أعتقى أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عزق رغبه لم تجزء عنه لم تجزء عنها وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مزعا عنه نعم نعم